أخوات والإخوة أبناء مؤسسة الشهيد معروف سعد وإدارتها أشكركم جميعا لإحيائكم هذه المناسبة بعد 43 سنة من السشهاد معروف سعد لا زلتم على العهد عهد الشهيد معروف سعد من أجل حقوق الناس وعلى رأس هذه الحقوق حقوق الصيادين إذا كانت صيدة هي هبة هذا البحر فأن الصيادون ومعهم أبناء صيدة هم الجوهرة التي تعطي لهذا البحر قيمته ورونقه وأن نضال هؤلاء من أجل لقمة العيش بعرق الجبين وبالكرامة وبالعزة وما استشهد معروف سعد إلا من أجل هذه العزة ومن أجل هذه الكرامة ومن أجل هذه اللقمة الحلال المغمسة المغمسة بعرق الجبين وبسواعد الكادحين من 43 سنة وقبل ذلك والنضال متواصل من أجل الحقوق الحق بالضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة والرعاية الصحية وتدعيم الأسر الفقيرة من أبناء الصيادين ومن أبناء المدينة من خلال توفير فرص لائقة بهم لكي يعيشوا بكرامة من 43 سنة وقبل ذلك ونحن نناضل من أجل إقرار هذه الحقوق ولكن لا يريد أحد من المسؤولين أن يستمعوا لصوت هؤلاء لمعاناة هؤلاء لتعب هؤلاء لمستقبل أولادهم لشبابهم لا يريد أحد أن يستمع ولكن لا تؤخذ الأمور بالانتظار علينا أن نستمر بالنضال علينا أن نصعد النضال من أجل الوصول إلى هذه الحقوق 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 لن تأتي ونحن قاعدون الحقوق نحصل عليها عندما نتحرك ونفرضها على المسؤولين وكما تعرفون هناك قطاعات عديدة في البلد تحركت وانتزعت حقوقها وعلى الصيادين وعلى كل الفئات المهمشة أن تتحرك من أجل استعادة حقوقها لا يمكن أن نصل إلى تحقيق هذه الحقوق إلا بالنضال إلا بالتحرك إلا بقيام بما هو واجب علينا تجاه قطاعنا قطاع الصيادين والقطاعات الأخرى تجاه أبنائنا تجاه شبابنا فأدعوكم بمناسبة 43 لاستشهاد معروف سعد أدعوكم لتصعيد النضال ما حدا سيعطيكم هذه الحقوق إلا بالانتزاع هذه القطاعات أخرى معلمين وموظفين وإلى آخر تحركوا حصلوا حقوق وإنتم قلقوا حقوق لازم تحصلوها مش هتتحصل إلا في النضال مرة أخرى أشكركم أشكر وفاءكم وأقول لكم أننا على العهد دائما إلى جانبكم لن نتوانى أبدا عن الدفاع عن مطالبكم وحقوقكم إذا تحركتم نحن معكم وإلى جانبكم مهما كانت الظروف نحن لا نتحرك لأهداف سياسية في هذا الإطار نتحرك لدعم الحقوق بصرف النظر عن الانتماءات والولاءات السياسية ولكن يجب أن تتحركوا يجب أن ترفعوا صوتكم عاليا من أجل انتزاع حقوقكم شكرا لكم والسلام عليكم شكرا لكم